عموماً لاحظتم أن هذا القانون المعرض عليكم حاول أن يكون شاملاً ملماً بهذه الظاهرة ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ولأسباب تعرفونها لا داعية للرجوع إليها الجزائر منذ سنوات قليلة غرقت للأسف في فوضى وتميزت الأوضاع بإهمال واضح وفاضح في سير الشأن العام أدى إلى أنها تخلت على الكثير من صلاحيتها انعدمت الرقابة كثورة الانحرافات أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه فالقانون مشروع هذا القانون جاء يعالج جزء من هذه الظواهر التي انتشرت في ظل هذا الوضع المتفاقب فوضى العمران وهناك من سماها مافيا العقار تم خلال هذه الفترة الاجتلاء على مساحات كبيرة ترجع ملكيتها للدولة وشيدت فيها بناءات فوضوية يعني والوضع المعاينة يعرفها وتعرفونها كلكم لأن المعاينة كل منكم وقف عليها شامل وملم رغم قلة المواد الموجودة فيها هي أقل من ثلاثين مادة ترجمة نانسي قنقر